عملية إعادة بناء المنازل المنهرة كلياً أو جزئياً جراء زلزال ثامن شتنبر الماضي تتواصل بوتيرة مضطردة وبانخراط كافة الأطراف المعنية بعزم وحماس من أجل إنجاح هذا الورش الكبير كما هو الحال بالجماعة الترابية أدسيل التابعة لإقليم الشيشاوة حيث وضعت السلطات المحلية رهن إشارة الساكنة المتضررة تصاميم معمارية نموذجية تحترم خصوصيات هذه المنطقة إلى جانب التسهيلات الممنوحة لبعض موردي مواد البناء وتهيئة مستودعات للقرب من بعد مدرنا واحد المسح الطوبوكرافي الجل منازل المتضررة بالزلزال حالياً كنديروا عملية تحديد معالم البناء المرخصة لهذا المواطن بشاركة مع مهندس معماري ومع عاملة شيشاوة وهذا شيء يدخل في تعليمات الجلالة الملك نصر الله عملية إعادة البناء تمر في ظروف جيدة حسب الساكنة بفضل التعبئات القوية للسلطات المحلية وكافة الأطراف المعنية وذلك تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية اشتركوا في القناة